ألا فتعرضوا لها ففي أيام الدهر الأيام تعزمان فضلها الله تعالى على باقي الأيام فينزل فيها النفحات ويعظم فيها الثواب والحسنات ويكفر فيها السيئات ويرفع فيها الدرجات فكما أن الله تعالى ميز وفضل بعض الأمكنة على بعض فجعل الصلاة في مكة في البيت الحرام بمئة ألف صلاة والصلاة في مسجد النبي الحبيب صلوا عليه بألف صلاة والمسجد في رحاب المسجد الأقصى الصلاة في رحاب المسجد بخمسمائة صلاة فكذلك فضل بعض الأوقات على بعضها فجعل يوم الجمعة هي أفضل أيام الأسبوع وجعل الأشهر الحرم من الأشهر التي عظم الله حرمتها ثم جعل أيام أخرى من أشهر أخرى قالك تعرض لها متى تتعرض لهذه الرحمات المنزلة في هذه الأوقات؟ متى؟ متى يمكن لك أن تتعرض للنفحات التي خص الله بها بعض الأيام والليالي والشهور؟ كيف تتعرض لها إن شاء الله؟ كيف تتعرض لها؟ كيف تتعرض لهذه النفحات؟ أولا لا يمكنك أن تتعرض للنفحات تزيد حتى تعلم أوقاتها فرها لوقت انتاحها لوقت انتاحها فرها إذا استعرض للجمعة فيها ساعة إذا صادفها العبد ويدعو الله استجابة لها يقولوا فين كان هذه الساعة؟ ومنين ما عارفها شو اسمك سندير الجمعة كاملة وانا ندعي حتى لا أفوت تلك الساعة أمنين سيد النبيك يقول لك العشر العشر الأواخر فيهم ليلة القدر وأخفى ليلة القدر في العشر الأواخر لماذا؟ لكي تقوم العشرة بالتمام والكمال حتى لا تضيع لك تلك النفحات أمنين سيد النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك الصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أنت عارف الصلاة الوسطى في الخمسة واش ما هي؟ واش العاصر ولا الصباح ولا؟ ما عارفش إذن تصليه بخمسة باش توقف باش تلحق له إلا صلتهم بخمسة أراك حافظ على الصلاة الوسطى بلا مدفق فكذلك هذه النفحات التي خص الله بها بعض الأوقات عليك أن تعرفها تعرف الوقت انتحها فإذا عرفت وقتها واسمه فأنت إذن تتربص وتنتظر ذلك الوقت الذي ينزل فيه الله خيراته وتتعرضه باش كما قلت سيح بالدعاء والخيرات وفعل الخيرات هذه الكلمة اللولة هذه التمهيد ثانيا يقول عليه الصلاة والسلام في الشهر الذي نحن على عتبته واسمه شكراك يسموه شعبان شعبان شحال بقلنا باش يخرج راجب شحال شحال الجمعة الجاية واحد الجمعة الجاية واحد معناها أن السبت كمالين تكون زوج شعبان كنا دخولنا في شعبان السبت القادم يعني هذه آخر سبت فيه إراجب السبت الجاية كان يكون زوج زوج شعبان يذر النبي عسى واسمه يقول في شعبان لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دأبه مع شعبان ليس كحاله في غير شعبان أي نبي صلى الله عليه وسلم يتغير في شعبان ويكثر من عمل لاحظه الصحابة ما هو العمل الذي كان يكثر في شعبان آه استغفر الله يا رب استغفر الله شوف لم يكن النبي يصوم شهرا كاملا إلا رمضان ولم يكن فيه أكثر صياما إلا في شعبان فكان يصوم شعبان كله إلا قليلا أو كان يصومه كله لأنه ما صام النبي شهرا كاملا بعد رمضان إلا شعبان فهناك بعض الأحاديث التي تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة صيامه في شعبان ربما صامه في بعض السنوات كاملا وإذا لم يصومه كاملا فقد صام أكثره لأنه الشهر الوحيد الذي كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يخصه بمضاعفة أيام الصيام شجل هذه الحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان الصحابة رضوان الله عليهم يرون أن النبي قد ميز هذا الشهر بكثرة الصيام سألوه قالوا يا رسول الله ما نراك تصوم أكثر في أي شهر من صيامك في شعبان علاش نعرفك تصوم الاثنين والخميس تصوم تلتيام البيض تصوم يوم عرفة تصوم يوم عشورة لكن هذا الشعبان تصوموا تقريبا كاملا لماذا خصصت شعبان بالاجتهاد في الصيام ما هو السبب فقال عليه الصلاة والسلام لسببين أولا لأنه شهر يغفل فيه الناس جاء بين شهرين عظيمين كانت العرب تعظمهما رجب وهو من الأشهر الحرم ورمضان هو شهر يعظمه المؤمنون يصومون فيه يغفل عنه الناس يغفل عنه والهدف الثاني واسمه هو وفيه أي فيه شهر ترفع عقل وفيه ترفع الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي إلى الله في شهر شعبان وأنا صائم الله 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 لا إله إلا الله هذا شعبان الذي دخل أعلينا واحد شهر عظيم 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 سمي شعبان لتشعب الخير فيه أي كثر خيره يكثر خيره بابابابا خليوا لنجسوا عندها الحديث إن شاء الله نجسوا علينا واحد العدد ده الناس قالك تكلمنا على شعبان وخفف علينا قالك تكلمنا على فضل شعبان أنا كل عام كان يقول هالكلم ولكن للتذكير إن شاء الله تعالى أنا كل عام يقول هالكلم فذكر النفعة الذكرى إذناش قالوا له يا رسول الله صحي ما نراك تصوم في أي شهر كما تصوم في شعبان قال له لسببين اثنين أولا هو شهر زين يغفل عنه الناس لماذا لأنه جاء بين شهرين معظمين عند العرب راجب جاء قبله راجب هو من الأشهر الحرم يعظمه العرب ورمضان شهر الصيام يعظمه العرب إذن هو جمسكين غيس غيور بينتهم غيس غيور هكذا يعني بحال ما بايش محقور وجنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم نردوله قيمته إن شاء الله ها والثانية زين ترفع فيه أعمال الله وأحب أن يرفع عملي إلى الله زيد وأنا صاعم آه نبدأ إن شاء الله باللولة سبب اللول لماذا فضل النبي الصيام في هذا الشهر واجتهد فيه أكثر مما يجتهد في الشهور التي ليست رمضان ولا شعبان علاش أولا لأنه الشهر نزيد يغفل فيه الناس ما يبانش آه ما يبانش الشهر محق شهر أجب من الأشهر الحرم يعظمه رمضان يعظمه وجاب إنتم مسكين هذا الشهر شعبان ماشي من الأشهر الحرم ماشي من الأشهر ليعظمه هالناس كي يجيوا الناس يغفلوا هذا غي شعبان هذا غي شعبان هذا غي شعبان بحال لي عندك واحد رمعان وقال لك العود اللي تحقروه يعميك العود اللي تحقروه يعميك النقطة الليولة النقطة الليولة اسمي ليس كل من ليعرف الناس قيمته لا قيمة له تفوت على ابن أدم مدفوع بالأبواب لو سألك رغيف خبز ما أعطيته ولو سأل الله الفردوس لأعطاه الله كم من مجهول في الأرض معلوم في السماء وكم من معلوم في الأرض يشار إليه بالبنان مجهول في السماء أراكم فهمين هالقضية؟ حنا يقولوا اللي عسل فين كاي العسل فين؟ تحت الحليس منتفوت على الحلاسة تقول إيه هذي اللي يكون فيها تحت الحلاسة لكن شوفوا شوفوا الطوضع التاع النحل النحل حين ما يريدوا أن ينتج العسل يذهبوا إلى مكان لا يلتفت ولا يمشي لذيك المسألة طاية حاجة على الحلاسة اللي ما كيلحلسوهاش وما يخدموش عليها حتى يعني متقدت متقدة يعني حتى ذك الإنسان استغنى عنها يعني يارى النحل بفطرته وأوحى الله لا وذلك أن هذا الذي يختاره لا يحتاجه الناس حتى لا يقلق راحة ذريته ولا يقلق راحة عمله وحتى ينتج العسل زيد خاطره 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 ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل علامة نفرسة تظهر علي علامة الرياش أنا أعود كما بكري لي من ريس ريسي قالوا ماذا تقولون في هذا فعظموه لمظهره قالوا يا رسول هذا حري به إن تكلم أن يسمع له خغيد فيش يسمعوني وحري إن خطب أن يزوج وحري إن شفع أن يشفع فسكت النبي ولم يرد عليه ومر على التو على أثره رجل ذو تمريني مدفوع بالأبواب كما قلت بي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماذا تقولون في هذا؟ هذا هذا قالوا غفر الله لك يا رسول الله تصع لك تصع لك يا الفقير هذا حري إن تكلم أن لا يسمع له لو كانت الحكمة تجري إلى لسانه ما سمع له أحد وإن خطب لا يزوج وإن شفع لا يشفع فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لهذا الذي ازدريته مو هذا الشي اللي حقرته لهو خير من ملء الأرض من ذاك هذا وحده عند ربي خير من الأرض من الأرض من ذاك يعني غرّتكم الميرسيديس غرّكم المال ديالو غرّكم الأرض لا يساوي عند الله شيئا لأن الناس تتفاضل عند الله ليس بالمنازل الاجتماعية ولا بالمال ولا بالقوام ولا بالجمال ولا بالأعمال إنما منزلتك عند الله على قدر ما تحمل في قربك من تقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذا الشي اللي قلناه في بنادم واسمه نقوله في الزمان نقوله في المكان إذا هاوا الناس كانت تحقره واسمه الشعبان علاش؟ جاء مننا راجب محرّم ومننا رمضان هو بس كي غيص غير حدام إذا الناس فقال حقرينه إذا ما تحقره حتى حاجة ثانيا مثالة ثانيا من الذي أعطى القيمة لشهر الشعبان؟ من الذي ألفة نظر المسلمين لشعبان؟ ما شكول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا شكول لي أعطى القيمة لشعبان؟ ما شكول؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكم من مسألة لم يكن الناس يأباهون بها؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعطاه القيمة شهر الشعبان هو شهر رسول الله عايز يقول شهر شعبان شعب رسول شهر رسول الله علاش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قالهم أنتو ما تعظموا راجب وتعظموا رمضان وشعبان تغفلوا عليه ها؟ ما تغفلوش عليه راه فيه 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 إذن كان الناس يجهلون قيمته من الذي أبان ووضح وأمار للمسلمين قيمة شعبان؟ إنه رسول الله ولذلك فكل شيء كان قبل بعثة النبي لا قيمة له فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه لكي يرفع من قيمته ها شوفوا الناس كانت تعرف الجمعة والسبة الحد وصيد النبي فزد الفزد الثنين غifications ما جو يعتبر لعلمة ؟ غدا رابع الأول، generate ما جوين تدينة فيه كان يعجبlli يتنين fall ولأشهر الحروم وصيد النبي مزد من الذي يعطى لي رابعة الاول قيمة؟ رسول الله زاد فيه أه، شوف شوف المدينة المنورة كانت تسمى يثريب من الذي أعطاه القيمة؟ حجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهكذا سيد النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام يعطي القيمة لكثير من الأمور لم يكن يلتفت إليها الناس هذه الثانية الثالثة هو شهر يغفل فيه الناس ما معنى هو شهر يغفل فيه الناس أي ليس هناك مزي تدفعهم إلى الاجتهاد في العبادة شهر الحرم يقولون هذا شهر الحرم وصوموا ونعظموا الله في رمضان صوموا ونصدقوا الشعبان ما أكلاش ما فيه شي حاجة ما فيه شي حاجة يغفل فيه الناس ما معنى غالك أي أن كل مكان أو زمان أو حال يغفل فيه الناس عن الله فإن الأجر في عملك في أيام الغفلة مضاعف عقل عليهم زيان عقل عليهم زيان الله يعظم الثواب والأجر لمن لمن يعملوا فاش في وقت الغفلة في زمان الغفلة في مكان الغفلة علاش لأن منين تكون الغفلة غدي تكون غيب وحدك تعمل سيدة ربي ما عندك شلي عاونك ولا ما عندك شلي عاونك غدت تصيب المشقة ولذلك في النبي صلى عصر مقلم فيه ممكانة الغفلة والناس غفلة عبد الله لأن العبادة في مكان الغفلة أو زمان الغفلة أجرها عظيم عند الله لأن غيب وحدك كأنك غيب وحدك تقاوم الشياطين كل الناس فروا من معركة مجاهدة النفس وظللت لوحدك أنت ترفع بإذن الله تبارك وتعالى لواء مجاهدة النفس وبذلك يعظم أجرك عند الله على قدر اجتهادك في أيام الغفلة إذا شو اللي يمدي الغفلة واسمه يعظم فيها الله لا أشر يعظم فيها الأشر الزمن ديال الغفلة لا إله إلا محمد رسول الله أسماء وهذه الأمثلة كثيرة جدا كي تكون في شيء مجلس هكذا والناس عطي تغلها ضرق وانت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فينا أدي فيه نجي في الكار ركب في الكار ولا في الطيارة والناس يتفرجوا في المصائب في السماء وغفلين يتفرجوا في المصائب وأنت تذكر الله وتصلي على رأسه هذا مكان غفلة تمشي الأسواق السوق هو مكان الغفلة قالك يلمشي للسوق وقلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له البلك ولا الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير يعطيك الله ألف ألف حسنة مليون حسنة لأنه مكان الغفلة مكان الغفلة ناحنا ولا قوة سهل الله بالله لقي رجل رجلا في السوق وكان يحبه في الله دعا ما نقول لكم هذا فقال له إن هذا المكان هو مكان الغفلة ينصب فيه الشيطان راية سئل النبي ما هي شر الأماكن والبقاع قال الحمامات والأسواق الأسواق واسموا فيها واسموا فيها الأسواق النس تحرفوا على الكذوب وكذا يعيش الشيطان فيها والحمامات واسموا فيها إبراز العوارات هذا هو شر الأماكن عند الله شر الأماكن إذن قال له هذا مكان الغفلة علش ما نذكروش الله في مكان الغفلة واللي ما تبيني يجي الله أخر في المنام يقول له واسموا دار معك سيدا ربي واسموا فذكر الله وصلى يا على رسول الله ثم افترق على مواعدة بينهما أن من يسبق موته موت صاحبه يأتيه في المنام ليخبره من الذي صنع الله به فمات أحدهما وظل عاما كاملا ينتظره فلما جاءه بعد عام في المنام قال يا رجل من الذي صنع الله بك أنسيت الوعد الذي بيننا أن من مات قبل الآخر يأتيه ليخبره كيف صنيع الله به حينما لقيه قال الآن على الكملت ولكنني أبشرك أن الله غفر لي ولك بالجلسة التي جلسناها في السوق حيث كان الناس غافلين عن الله وذكرنا الله في مكان الغفلة فرحمنا الله بتلك الساعة مكان الغفلة مكان الغفلة الله أكبر الأماكن تعل غفلة الزمان دي الغفلة العرز العرز هذه تغضر مننا هذه تغضر رسل عام رسل عام اشتك رسل عام الناس كل شيء والعياد متجهة للعصيان والعب الخمور وانت تقوم الليل في ذلك الماكن ذلك الزمان تعل غفلة تقوم الليل الكورة لقيتة الكورة ينادي الله أكبر وانت جالس في البقهة لا تستجيب لي منادي الله لكوان تترك هذاك الهواء وتطيع الله لأن كل الناس يريدون أن يوتعوا أنفسهم بالنظر إلى اللهو وقد تركوا أمر الله وانت نظر والناس يشوفوا فيك ومشي تصلي الله أكبر وش تعرف واحد الميصري فانكاسي أفريقيا لقيتة اللي لعبت الكورة الكود ديفوار مع مصر جاء الإمام رأى هذا الشاري الدرب جاء الإمام بعدما أذن فدخل المسجد فلم يجد أحدا يصلي معه قلاح ولا ولا قوت فخرج إلى المقاهي المجاورة للمسجد وهي ممتلئة عن آخرها والناس غافلون يتفرجون يقول شوف هذه الكورة شوف التخير الزمان قالوا بعد ذلك وبعد ذلك وبعد ذلك نريد أن يرحمنا الله شو شو قال لهم أخوتي لا تصلي معايا وكان اللي كان يضحكوا عليه شو سخير وعاد مشاو وعاد الدول الأخر من در ذاك الشاري وحسبوه وخرجوه وخرجوه بالإمامة قل عولوا الإمامة لا حولها ولا قوتها إلا بالله لا حولها ولا قوتها لا حولها ولا قوتها واش مجدرها توقفها صعب عند الكورة مجدرها توقف أرى ما نديرو لقاءات مع أخوتنا وحبابنا أرى ما تقلش نقلس معاهم وانت يقلس معاهم ويتفرش في الكورة يتفرش في الكورة يتفرش في الكورة ما يقلس يكون ما يشجعناش شي وحدها كده ونولي والأخر كده أنفوتونا نبقاوا كل واحد يتفرش في الكورة ونشي ونروحوا كما قال لي واحد عمي قال لي كنت نلغى للأولاد مش نقلسوا قال لك مني نجيو كل واحد البرتابل قال لك بحالي ما نقلس قال قلت لمقسيم بوله العلي العظيم يا المراج جاية قال عليهم يا اللي يجي ويشوف شي حاجة يا عمرو ما نعود نلغى شي واحد وسماش شي هذا وسماش ما نقلش هاج هذا عنه لقاء مثلا وبغينا نجيو نقلسوا مع بعضنا بعض ونشوفو ونساولو سأسمح الله حتى هذي حرمنا منها في الدنيا ما الموت قد يتمشي وغل وانت تبقى حياتك كاملة مع ولادك وما تقلس معهم وما يقلسواش معك وما يهضرواش معاك وما تهضرش معاهم فوقش تتر معاهم طالة خيرة باش هالشي هذا باش ما عرف إذن إن شاء الله تبارك وتعالى المسألة انت على الغفلة زيد الله يعظم الأجر زيد في وقت الغفلة هذا شعبان أنا كان صومه عناش لأنه وقت غفلة وقت غفلة علاشها رسول الله تصومه وندير فيه الخير علا حقاش زمن الغفلة الأجر فيها مضاعف علاش لأنه الناس غفلين علاش انت راك تذكر الله وتعبد ربي في الوقيتة اللي ناس غفلين هما غفلين دهم الشيطان وبقت نتاب وحدك تحارب الشيطان إذن العشر غد يكون شوفوا احنا عندنا واحد قاعدة انت على السوق ما قاعدة انت على السوق راكوا تعرفوا في الاقتصاد لقى الاقتصاد ثمن سلعة يرتفع بناء على ماذا على من على من على العرض والطلب فإذا كان السلعة معروضة بشكل أكبر طلب وسموته وسموته ها غد يكون الثمن تحواسمه طيح لأنها غد يكون المعروض أكثر والطلب أقل إذن غد يكون السلعة أكثر فإذا كان الطلب كبير جدا والسلعة قليلة ما الذي سيحدث بحلية ما الذي يرتفع الثمن إذن تهى الذكر الله تعالى في الوقت تهى الغفلة شكونا اللي كثين بزيزا في الغفلة ولا الذكر الغفلة واللي يذكر سيدر بسمه قليل إذن فالقليل القليل في هذا المستنقع الآسن يكون أجره عند الله عظيما عظيما أعلاش أسيدي ذكر الله تعالى في الغفلة يكون عظيم أعلاش أعلاش قل ليه في اللي وسمه لأنك أنت الواحد اللي كتقوم بالذكر والعمل الصالح مع الغفلين أذي اللي ويا ثانية زيدو ثانية زيدو زيدا لبقش ثانية ثانية علاش ثانية علاش لأنك إذا كنت تذكر الله فيه زيد الزمن دي يلغف لو لا المكان تعالغ في الزيد يجيك صعيب لأنه غادي تكون تعمل غيب وحدك فالله يعطي الأجر على قدر المشقة فحينما تعمل العمل مع الغفلين الذين يعملون عكس العمل الناس قاعد يقول لك آه دا بروفيتي آه كده وغافل وغين تب وحدك تسيب رحك غيب وحدك ما كاش اللي يعاونك أي فقدت النصير والموعين غيب وحدك اذا قد تل يدخل الجنة أو لا اذا دا زيك على هكذا وهما في ذاتهم يحبطوك ويثبطوك حتى أقربوا الناس إليك ولذلك فأجره سيكون عظيم لماذا لأنه سيكون شاقا على النفس والقاعدة واسمه تقول إن الله عقل القاعدة إن الله يعطي الأجر على قدر المشقة وعلاش كين المشقة لأنك راك تخدم غيب وحدك كيقول الميصل على السلم بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغربة قال شكو الغربة قال لي صالحين قلان مع المفسدين بزي أجره قال لي في ذكل وقيتة الذي يحيي سنتي عند فساد أمتي شعال عنده أجر خمسين شهيد في الغفلة خمسين قالوا واش من الشهداء ديال أصحابك ولا الشهداء ديالهم قال بل له أجر خمسين شهيدا منكم يا أصحابي قالوا واش قال لي أنكم تجدون على الخير يعوانا قال النص ديال الخير هم لا يجدون هم غيروا حدهم هم عادي يضحكوا عليهم إلا مشاو يقولوا لنس قال لقى كما قال لي واحدة قبيلات قال لي أنا تلمين قال لي وندخل المدرسة ويزعقوا على الدين وعلى التربية الإسلامية وعلى الحجاب قال لك وأنا منضرور وما نقدرش الرد لأننا لا ردت على الأستاذ غير يعطينا النقطة قالك وأتحرق وأموت كمدا في بلد المسلم يستهزأ بالإسلام وبشعارات الإسلام وبفرائض الإسلام ويعتبرون الملتزم بالإسلام إنسان متخلف رجعي ولا أستطيع أن أرد ولكنني منكر بقلبي إنكارك أيها التلمذ بقلبك لعجزك على عدم قدرتك تغيير منكر باللسان عند الله عظيم ثقيل في الميزان ولكن يقولوني علش علش مثلنا ولينا أحنا ما نقدرش نقوله قال الله قال رسول الله حتى في العيلة نتعني علش علش صعب تكلمة الحق نستهدر على كل شي علش 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 يقولولي علش ولا تغريبة الكلمة نتعلى الحق علش علش الموعظة ما بقيتش في ديارنا علش يقولولي علش يقولولي علش ما الغفلة قلنا الغفلة ولكن تارى ماركش غفل كيتمشي تدك نتا يدك الحال باش نتا ترضى من الغفلة حتى نتا يدك الحال ما يرضاش قلنا كيفاش لين نسكتنا على الموعظة وتجرأ الآخرون فملأوا الفراغ فإن الطبيعة تتأبى الفراغ إن لم تملأ الفراغ بالخير ملأته شياطين الإنس والجن بالشر إما تحمل على أكاتفك والعاتق انتعك الأمانة باش تواضل الناس واذكر الناس زيد وإلا استغله الآخرون فبدأوا يأمرون بالفساد في بيتك في بيتك في بيتك قد يمشيوا للتلفزيون ويفتحوا الشاشة لا من الشاشة على فعلى مسلسل مصيبة وانتا ما تقدرش تهضرها كذا وكذا أنا قلت لهم في واحد النهار وانا شي ناس وانا هذك شي ما نديل وش كان قولوا وقلب ديالي قلت لهم نشوفهم على الأقل على الأقل مرة في 15 يوم ولسي معنا قلس معا ولادك من لك ولو صغير مش حتى كبره انتا وزوجتك ولادك ويقرأوا معاك 8-8 تاع القرآن وتقرأوا رياض الصالحين باب تاع رياض الصالحين وتربطهم بالقرآن وتدعيوا الله تعالى على الأقل دياله ساعة ونص في السيمانة باش تبقاوا أولا تجتمعوا ثانيا تتذكروا ثالثا تربي ولادك على الجو ديالإيمان كل شي تربة مرتبط بالقرآن وبحديث سيدي ولدي عدمان على الأقل على الأقل تقلع الغربة من دارك على الأقل تقلع الغربة من دارك حنا يا من اللي درناها هكذا على 15 اليوم ما بين العائلة يعني هي رها تعطينا شوية ديالجماع الإحساس أننا على كل حال رح نديروها على الحاجة يعني على كل حال يعني هكذا أما في الحقيقة هي في بيتك مع أولادك إن شاء الله اللي حياها ربي من نواك غادي يصيب روحوا مع عائلة ديالو كبيرة غادي يصيب عنده خمسة أولا أنت على الأولاد كنت شمز وفجين معام الله لابد أن يجمعهم في بيته الأولاد الأولاد ذلك إحنا رأي غادي يتفرعوا وكل واحد غادي يكون عنده عائلة هذه العائلة ديالك جمح أنت وأعلمهم قبل ما تموت أن هذه أمانة تحاربون بها غفلتكم عن الدين وليكن جمعكم على الله ورسوله باش بقى إحنا ميتين وإنت تدي الأجر بتعال العمل الذي غرسته وبقي من بعدك يعطي الثمار إذا هذه المسألة الثانية سمعتها المسألة الثلاثة واسموية زيد واسموية يعطي الله الأجر على قدر يزيد المشقة لأن من تكون غيب وحدك ما تقدرش إذا نخصك تجاهد بنفسك باش تقول الحق الثالثة علاش علاش يكون الغفلاء الأجر دياله كبير علاش علاش ونزيدكم الثالثة لأن وجود الذاكر مع الغافلين زيد لأن وجود غي ذاكر واحد وصالح واحد مع الغافلين زيد وزيد انتبهوا مزيان لأن وجود ذاكر زيد مع الغافلين انتبهوا وجود ذاكر مع الغافلين واسموه زيد يرفع الله الصخط والعذاب على الغافلين بوجود ذاكرين واحد الله يرحم الغافلين في الدنيا بوجود الذاكرين الله قال رسول الله فيما يرعى ربه فيهم فلان لم يأتي لذكر الله قال هم القوم لا يشقى جليسهم هم القوم لا يشقى جليسهم اللي يدخل معهم وخغفل مرحوم الله يرفع العذاب على مدينة بأكملها بوجود صالح عندكم الخرارة دي مالكوش وقدر له وقدر له هاك 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 وقال له وقال له وقايب كي قال قال له سكوت يا والادي فالله رحيم وجاي جبريل نازل باش يقلبها قال له يا جبريل كف يا جبريل أنا رحيم يرفع عنهم العذاب بوجود أم تقول لابنها إن الله رحيم ذكر واحد فستلغفلا ذكر واحد فستلغفلا رفع الله العذاب على قرية بأكملها وقسم بالله لكين واحد في المدينة واحد إلا رفع الله العذاب على المدينة كاملة بشرارها والسكايري ينتحها بوجود واحد يحبه الله محد كين تميا الله تعالى شو شو الله يستحي فلا يعذب قوما فيهم رجل مثلا يغير على شريعة الله يبلغ محد دركين يرفع الله به العذاب عليهم ما كان الله معذبهم وأنت فيهم ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم زيد وهم يستغفرون إلا كانوا الناس يستغفروا فستلغفلين ما يعذبهمش يستغفرون إذن أحبابي عرفتوا الآن إن شاء الله عرفتوا الآن علش الغفلة فيها الأجر بزاف علش الغفلة فيها بزاف لأن أنت غيب وحدك ثانيا زيد لأن ما كاش اللي يعونك ثالثا لأن العمل زيد فيه مشقة ولو رابعا لأن وجود الذاكر مع الغافل به يرفع الله العذاب على الجميع لا إله إلا الله وسذشع بل جايا الخير لي أو يا ربي يا ربي يا ربي أعطيني السماء أعطيني غادي غادي يكون عندي وإنه درمش غادي نحضر أجي جزاك الله وخير السماء بارك الله المسألة الثانية إن شاء الله المسألة الثانية الثانية واسموية زيد وفيه ترفع الأعمال زيد هذه المزيئة الثانية عشاء بان فهو شهر يغفل فيه الناس فهو شهر يغفل فيه الناس وهو شهر زيد ترفع فيه الأعمال وإلى الله آه كيفش ترفع فيه الأعمال وإلى الله كيفش ترفع فيه الأعمال وإلى الله كيفش ترفع الأمل فيه الله ها ولذلك رفعوا الأعمال إلى الله كأن الرفع اليومي والرفع الأسبوعي نذكركم والرفع السنوي الرفع اليومي فوقاش يترفع في كل نها العمل فوقاش لا 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 في كل نها لا لا في كل نها لا في كل نها عملوا اليوم يترفع فوقاش العصر والصباح تنزلوا شو تتعاقبوا فيكم ملائكة بالليل والنهار هو سمعتوه تتعاقبوا فيكم ملائكة بالليل والنهار فين يتلقوا في العاصر والصبح اللي ينزلوا مع العاصر يطلعوا مع الصبح اللي ينزلوا مع الصبح يطلعوا مع العاصر ويتلقوا فين مع الصبح في زوج واحد نازل واحد طلع ويتلقوا في العاصر جمعها جاء نزلها وجمعها طلعها أه أمنين نعمس يدوك اللي يطلعوا مع الصبح عشك يقول لهم سيدا ربي عشك يقول لهم سيدا ربي زين انتم منزلتوا ماذا وجدتموهم يفعلون حينما نزلتم مع الصباح وماذا تركتهم يفعلون في وقت العصر وثاني ذو كلية عودك ينزلوا مع العصر يقول لهم ربي سبحانه عز وجد ماذا وجدتموهم يصنعون في العصر وماذا تركتموهم يفعلون في الصباح من يطلعوا تعرفوا اسمه يقولوا وحدين يقولوا ربي نزلنا وقت الصبح فوجدناهم يصلون الصبح وارتفعنا في العصر وتركناهم يهيئون أنفسهم لتأدية صلاة العصر نزلنا يا ربي وهم قائمون لصلاة العصر وصعدنا وهم قائمون يتهيئون لصلاة الصبح أشهدكم أني قد غفرت لهم يقول هذا في كل نهار قولوا لها نزلين مع العصر وطلعين مع العصر ويتلقوا مع الصبح ويتلقوا مع العصر وصيد ربي يشهد الملائكة زوجي مرات في العصر والصبح يقول لهم أني غفرت لذوك الناس قولوا لها لواش والله يرحم لكم الوالدين واسموه هذا المقصود هذا يغفر لك صيد ربي ليه هما عرف دوقا على العمل ديال نهار وش عرف دوقا على عملتا على النهار عرف دولي الصدقة اللي تصدقت لا واش تفدوا واش تفدوا واش دا ما اصباح ما خرجوش معاك فهمتوا لا إذن 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 شهدوا عليك واسموه شهدوا عليك شهدوا على من على صلاتيني صلتهم فين صلتهم فيا أقوله لا الواقش في الناس في الجامعة يووا استمifiers معنا زيان نعطيك فائدة لواقش ويا ربي يا ربي يا ربي ممكن يكون مش عصى الله خارج المسجد يمكن كذب يمكن هضرف الناس implement IT لكنهم لا أعلم ما شاهدوه نعلم نشاهدوه شاهدوه لا بدنا هذه الصور علي أنهم صلوا العصر في الجماعة وصلّوا الصباح في الجماعة ياك صلّوا العصر في الجماعة وصلّوا الصباح في الجماعة ياك وسيدربي قال غفرت لهم وغفرت لهم وخدروا شحواج خارج الصلاطين واسموا فهمتم من هالشي واسموا من صلّى البرديني دخل الجنة من صلّى صلّاة قبل طلو عشتم الصباح وصلّاة قبل غروب الشمس زيد لن يليجى النار اللي صلي العصر والصباح صعّف الاخر وكنت شوفو زعمال الصباح وقتلغفلاولا ما كانش وقتلغفلاولا وش وقتلغفلاولا دا والعاصر وقتلغفلاولا ما شو وقتلغفلا الزوج أوقيت لغفلاولا ما كش اللي صلي الظهور ولا المغرب ولا العشاء هذي جاعة يكون وتمّها بالصحصالات الصباح روحت امه يسيب وقي ثلاثة ولا اربعة صلاة العصر نسك بخدامها فالله حتى في القضية ان تعرف على العمل يرفعها عند غفلة الناس في الوقت الصباح اللي جاء الناس شخر الملايكة طالعة وتقول عبدالله الناري في الجامعة وفلان 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 يسميهم ده يسمي يتحمل ربي وثاني العصر يتطلع عن صدر بيقول فلان وفلان وفلان فلان وما اسمع وصدر بيقول شهد اني غفرت ولم لان الذي لا يشغله اي شيء عن صلاطي العصر والصبح وقت الغفلة في هذا الزمان هو ممن كان له عند الله تعالى حسن المأوى والثواب والزلفة عند الله قربة عند الله عاقل عليها مزيان منقلنا الرفع اليومي ما معنى الرفع اليومي ليه هما رفعوا شي عمال في النهار وش رفعوا ولا ما رفعوا وش الدولة قال عمال جالي هما شهدوك فقط على صلاطين حضرتهم اللي ما حضرش صلاح وخراظ اللي يصدق وما حضر الصباح وما حضرش العصر لا يشهد الله ملائكته انه قد غفر له لأنه لم يحضر في بيته حينما ناداه المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح في وقتين من الأوقات التي يغفلوا فيها الناس الناس مع الصباح يكونوا شخروا ومع العصر يكونوا تفرجوا الكرة في القهوة وقالوا وقالوا انا كان نخرج قبل بالاخر واش نصل لي كذا ومشي التمار مغز دايما الصباح والعصر دايما الصباح والعصر دايما الصباح والعصر الله هذا الرفع اليومي العصر عقل ايو حفظوا شوية باش تبلغوا الناس احنا من اللي مشي يقولوا هالولادكم وامزيان العصر والصباح هذي اللي ولا الثانية يا زيد الرفعه الأسبوعي فوقاش ترفع في الأسبوع ها الخميس من الخميس للخميس ترفع هذي ترفع واسمه العمل كامل انت عن نهار غي الصلاوات اللي صلى العصر والصباح غفر له الله بالصحف الخميس وكاين عودك لاثنين ترفع الأعمال إلى الله في الأسبوع مرتين يومي الاثنين والخميس واسمعتوه فيغفر الله سمعوا فيغفر الله يا ريح غي خليها بزيها خليها مالك اقلسي يقلسي خليه خليه يزق بغينها هاكذا حتى سمعتوه ما سمعتوه سمعتوه في الأسبوع واسمه قالت رسوله يرفع الله أعمال العباد يومي الاثنين والخميس زيد فيغفر أعقله فيغفر الله القبضة السمعان فيغفر الله لمن لمن يغفر الله لمن لكل من لا يشركوا بالله الشياء كل موحيد إلا لمن إلا لمن أو اسمعوا لمن إلا لقاطع رحم إلا لأخوين متصارمين متقاطعين متدابرين يقول الله حين يرفع عملهما إلى الله يقول للملائكة الذين يرفعون عملهما ما شك يقولهم ردوا عليهما أعمالهما حتى الصالحة ما قابلش ما نقبلش منه حتى يصلح معه أوه يا بن عمي يا بن عمي شعبان مشالك يلي متقاطع مع أحبابك شعبان مشالك شعبان مشالك لا حولها ولا قوة إلا بالله أسمعني يلا ركت سمعني شعبان مشالك متدق مع أخدك مع نسبتك مع أخوك متقاطع معه من الضبر معه لا يقبلوا الله من كسرفا ولا عدلة لا في شعبان ولا في رمضان لا يدخلوا الجنة قاطع رحم لا تباغضوا لا تدابروا من قاطع أخاه فوق ثلاثة أيام فقد وقع في أكبر الكبائر قال رسول الله صلوا عليه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام فوق ثلاثة ولا هاجروا فوق ثلاثة أيام ومات مات كمنسة فكدمه هل لي آله أو يا ربي 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 ما تقولوا ليس أن يصير ريني يشرب المه بليس صرا لا لا تيب ليس صرا غيب لكم ليس صرا ها قابليهم يا أصري هذه الثانية هذه واسمو يا ثانية إذن الرفع في النهار واسمو العاصر خصوصتقائق يا أصر ما قلت واهل انت قد ترقيق تبقس لي بزاف اولا وغا تنجز سوي هان وغا تكمل شها بقت خمس سقايق او خسني يكمل في السنة المسايل الأخرى نقوله هون بعد المسايل الأخرى تعصيها ونتعك باقي سابا واخا ديرها شي من بعد نقوله نتبعها القضية أما الرفع الثالث فقاش الرفع في السنة الرفع ديالعاب فقاش يترفع العمل ديالعام من رمضان غلال رمضان فقاش من اللي تبدي واحد رمضان وانت تصوم تبدي رمضان باش بالصياد وتفوت واسم امور رمضان شوال دول قعدة دول حجة محرم صفر ربع الأول ربع الثاني جمهة الأولى جمهة الثانية راجب شعبان 12 شهر البيلون كي يصديروا لصحاب الكونتابيليتي البيلون فقاش يديروا في الـ 31 ديساندر في آخر السنة يعني في آخر يوم من السنة الميلادية احنا لع عندنا آخر يوم في السنة الربانية الربانية تبدي برمضان وتكمل باش واش حال 29 ولا ثلاثين شعبان يلا فيه 29 اهل العام فيه 29 ولا ثلاثين 29 شعبان يرفع الله تعالى العمل ديال العام كامل فوقاش فيه شعبان اوه ربي 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 يوا تخيلوا معي الله يرحملك يوالدي شو الحبيب ربي واسمو بغالك واسمو بغالك بغالك تبدي العام ديالك باش برمضان يغفرك الله يرحمك الله وكي الليلة خير من ألف باش تبدي هاذا كي يسميوه ميسكو ميسكو واسمو خير ومان فتتعو به العام يقولو ميسكو ميسكو الافتتاح هوا اسمو الصيام تبدي بقى حب العمل الى الله الصيام وكي تختم باش باش تختم بالصيام كان سيد النبي يكثر الصيام في رمضان علاش باش يختملو عوداك بالصيام ويبدي بالصيام وبين بدأة العام بالصيام وختام العام بالصيام يشاء ربك ألا ينظر بين صيام البداية وصيام النهاية فمن كانت بدايته صيام وختامه صيام غفر الله له بين الصيام في البداية والصيام اوه يا رب يا رب ما بين الصيام تهرب الى الفيديوة فت까 والصيام في التى اخر شهر السنة الربانية بيان الشعبان بديت المساعدة بالصيام في رمضان. وعم이랑게 واسمك يلفعل اللا العمل ل Julia من رامضان الكل 손� wearing such Al-Q reducing يجلب الصيام يبديه في الصيام تبطين لك ويقلب looklug ويختم Soim